نهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضعتكم ولكن الأول خلينا نبدأ بالأخبار اللي حصلت مبارح كان أبرزها إرسال سات رئيس عبد الفتاح السيسي برقياتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وذلك بمناسبة يوم التأسيس مبارح كمان عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي أكد فيه أهمية معالجة قضية الزيادة السكانية وقال إنه حيكون فيه برامج مالية تحفيزية للسيدات اللي حيلتزموا بإنجاب طفلين فقط وأكد كمان ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية لمية اتنين وسبعين مليار جنيه خلينا نتابع التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيتي تهنئة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بمناسبة يوم التأسيس وأعرب الرئيس عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيضة اللي بتجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين والحرص الدائم على ترسخها في جميع المجالات إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر صحفي أكد فيه أهمية معالجة قضية الزيادة السكانية لأنها بتمثل قضية حياة أو موت وقال إنه هيكون فيه برامج مالية تحفيزية للسيدات إلا هيلتزموا بإنجاب طفلين فقط إمبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل كل عام وقال كمان إنه من الوارد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة عامين أو ثلاثة وهو ما دفع الحكومة لدراسة سيناريوهات الأوضاع للاقتصاد العالمي إمبارح كشف دكتور مصطفى مدبولي إن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ 172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة وقال أيضاً إن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين وإن صافي الاستثمار الأجنابي المباشر ارتفع في الربع الأول من العام المالي الحالي لـ 94% كمان إمبارح قالت دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي إنه في سبيل دعم الفلاح المصري هناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية منها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الزرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصوية وعباد الشمس وده من خلال تحديد سعر الضمان إمبارح في الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء أشار دكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار من السكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار وبلغت قيمة الاجتتاب نحو 6.1 مليار دولار بما يعني تغطية الاجتتاب بأكتر من أربع مرات وده خطوة مهمة بتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأحداث والموضعات المهمة اللي حصلت إمبارح ومنها تسليم مشروعات لـ 151 مواطن من مستفيدي تكافل وكرمة في الأليوبية وكمان الانتهاء من أعمال توصيل خطوط مية الشرب بقرية الحجاز في الإسماعلي كمان إمبارح أيضا في المحافظات تم الانتهاء من ثلاث قطاعات لمشروعات وبدرة حياة كريمة في محافظة الغربية كمان تم اعتماد 14 مدرسة من هي الضمان الجودة في محافظة كفر الشيخ وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير القادم محافظات مصر شهدت إمبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من الأليوبية اللي تم فيها تسليم 151 مشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرمة بمركز شباب كفر الشيبين وده بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيد تكافل وكرمة وتحولهم للإنتاج من خلال إقامة مشروعات صغيرة في بورسعيد تم الإعلان عن بدء موسم توريد محصول بانجر السكر خلال 15 مارس المقبل وبيستمر حتى 15 مايو وأكدت المحافظة أنه جار التنسيق بين كل الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بانجر السكر في الإسماعيلية تم الانتهاء من أعمال التوصيل لخط مياه الشرب 3 بوصة وبطول 500 متر بعزبة عبد الرحيم بقرية الحجاز وده ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشاكل ضعف المياه وتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين في الوادي الجديد أعلنت مدرية الأوقاف عن بدء الاختبارات الشفوية الأولية لمسابقة القرآن الكريم لأبناء المحافظة وفعليات المسابقة هتستمر لمدة أسبوع على مستوى جميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية في الغربية بيتوصل العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل 54 قرية و88 تابع بمركز زفتة ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات لـ 85% وتم الانتهاء من ثلاث قطاعات هي البريد، نقاط الشرطة والكباري وجار الانتهاء من قطاعات التربية والتعليم ومياه الشرب والإسعاف بنسبة خطة 99% في كفر الشيخ حصلت 14 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إضافة لـ 18 مدرسة سابقة فأسوان تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بجوار مقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة المعرض بيستهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مخفضة وجودة مناسبة في الشرقية تم الإعلان عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة العزام بمستشفى أبو حمد المركزي في إجراء سبع عمليات جراحية متقدمة لتغيير مفاصل الرجبة وفخد للمرضى وده ضمن قرارات علاج على نفقة الدولة دون تحملهم أي مبالغ مالية بجانب إجراء 14 عملية أخرى كبرى ومتوسطة بقسم جراحة العزام بالمستشفى ليصل إجمال العمليات الجراحية اللي أجريت خلال أسبوع لـ 21 عملية جراحية اشتركوا في القناة